أهلاً بكم من جديد راعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود حفظه الله اليوم الأربعاء حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثانية والثلاثين والذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية فيما عد القائمون على مهرجان الجنادرية 32 خططاً أمنية وتنظيمية لتفادي مشكلة الازدحام الموروذي الذي عانى منه زوار المهرجان في العام الماضي وذلك بعدما أمر الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بتمديد مهرجان الجنادرية لثلاثة أسابيع وذلك بدلاً من أسبوعين المهرجان الثقافي السعودي بالجنادرية يعد تظاهر ثقافية وتراثية سنوية ويأتي الحدث البارز تأكيداً للهوية العربية والإسلامية للمملكة العربية السعودية وأيضاً تأصيل الموروثات والثقافة الوطنية المهرجان تشرف باهتمام ورعاية ولاة الأمر منذ انطلاق نسخته الأولى وحتى الآن كانت تقديرات قد أشارت لتزايد أعداد زوار المهرجان لأكثر من عشرة ملايين زائر هذا العام إذن افتتاح كان جميل لمهرجان الجنادرية وبالمناسبة شبكة المجد وقنواتها بكاميراتها متواجدة إن شاء الله طيلة أيام مهرجان الجنادرية تغطية الحدث عن قرب إذن الله تعالى